اشتركوا في القناة وجعله أعظم تبيان الذي يراك ويعلم سرك ونجواك أن يجعل السعادة والصحة لا تفارق عينيك وبدنك وأن يرزقك رزقاً يغنيك ولا يطغيك وأن يرضى عنك ويرضيك ويصلحك ويهديك وأن يجعل أحسن أعمالك خواتيمها وأن يحشرني وإياك ووالدينا مع حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة جمعة مباركة على الجميع طبعاً اليوم توقعاتنا لا يوم الجمعة القمر الجمعة 27 كانون الثاني يناير القمر ما رح يكون اليوم موجود بالحمل وبدو ينتقل للثور عنا حدث طبعاً اللي هو انتقال الزهرة اللي رح تنتقل من برج الدلو لبرج الحوت القمر الآن موجود في منزلة الشرطين وهي منزلة موعد مثل حلقة طبعاً اللي هو مساء يوم الخميس منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جداً ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لإعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وحلاقة الشعر رح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة أربعة وسبعة وقمسين دقيقة من عصر اليوم الخميس لا ينتقل بتوقيت جرانيش طبعاً لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهديت النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ثلاثة وثلاثة وخمسين دقيقة من عصر اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور طبعاً القمر زي ما ذكرنا رح يكون في الحمل وينتقل للثور وبما أنه ما زال موجود في برج الحمل يعني بتظل أنه منشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميماً وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضاً يجب أن نحضر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضاً في هاي الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكن أيضاً إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفلمها بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية هي زاوية تثليت إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي راح تضل تأثيراتها ليوم ثلاثة اثنين من اليوم ستة وعشرين واحد لغاية ثلاثة اثنين طبعاً ذروتها راح تكون يوم ثلاثين واحد الساعة وحدة وخمسة واربعين دقيقة صباحاً هاي الزاوية بتعزز قدراتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة وبتدل على ازدياد اهتمام الحكومات أو الملوك أو الرؤساء بشؤون العسكرية والأمنية وتحسين حال اليد العامل في قطاع الصناعة ووجود توازن بين العرض والطلب بالنطاق التجاري كما بيزيد الاهتمام بالميدان الرياضي وقطاع الصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهي تأثيراتها حتى يوم تسعة وعشرين واحد بتدفع بحضوضنا بصورة عامة وبتقوي إرادتنا وبتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وهذا الاتصال بيجلب حضوض ونجاح وإمكانية إنه يصير في هاي الفترة دور اجتماعي مهم ممكن يتحققه خلال هاي الفترة على المستوى المهني والمادي نوع من أنواع النجاحات وبرضو بتربطك علاقات مهمة ونافعة الحدث اللي رح يصير طبعا اللي هو انتقال الزهرة لبرج الحوت رح تنتقل الزهرة من برج الدلو لبرج الحوت صباح اليوم الجمعة سبعة وعشرين واحد أي في تمام الساعة ثنتين واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت غرينيتش ورح يتمكث الزهرة في برج الحوت حتى صباح يوم عشرين اثنين أي حتى تمام الساعة سبعة وخمس وخمسين دقيقة صباحا خلال الفترة المذكورة بيطرأ تغيير إيجابي على مظهر موليد برج الحوت وبيشعر بقوة العاطفة وانجذاب أفراد الجنس الآخر لا إلهم بيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج المائية الأخرى أي السرطان والعقرم والترابية أيضا الثور والعذراء والجدي وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة في برج الحوت ساعة ولاد طيب إيش أهم الميزات اللي بتميز الشخص اللي بنولد والزهرة بتكون موجودة عنده بالحوت هدولة الأشخاص بيتميزوا بقوة رومانسية عندهم يعني وهدولة الأشخاص يعتبروا من النوع الحالم عاطفيا طوال الوقت رومانسيين وعاطفيين شاعريين وإذا مالقوا أو ما وجدوا شخص يحبه بيعشقوا الحب نفسه يعني هيك طبيعتهم طبعا الحلقة اللي بتتكلم عن تأثيرات الزهرة على جميع الأبراج صارت موجودة على القناة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون ذروتها الساعة ثلاثة واثناشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها من ساعة الصباح لغاية ساعة المساء بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبلوتو وطبعا هذه ذروتها الساعة التسعة مساء بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها من ساعة الظهر وبتستمر إلى ما بعد منتصف الليل الجمعة على السبت لغاية ساعة الصباح تقريبا بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا كلو المسار يعني كلو المسار رح يبدأ الساعة التسعة مساء بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 41 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لانتقل القمر ويستقر في برج الثور يعني اليوم ما رح نحكي عن الانتقال لبرج الثور فقط ممكن تلميحات ولكن الحلقة رح تكون لأنه أغلب الوقت رح يكون القمر موجود في برج الحمل أما بالنسبة لكلو المسار اللي رح يكون من الساعة 9 مساء لغاية الساعة 11 41 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش هاي فترة خلو المسار لا تصلح للبدأ بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدان فيه قبل خلو المسار الساعة 11 41 دقيقة مساء خلص القمر بنتقل واستقر في برج الثور عشان هيك بنشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار يمكننا شراء أو استئجار عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم أما في ساعات المساء المتأخرة بصير عنا العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغد الدرقية واللوزتين وتفاحة أدم بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب العمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح أيضا لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكنه لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الثور خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الاثنين ثلاثين واحد بيبدأ في تمام الساعة خمسة وواحد وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره ستة أيام في تمام الساعة ثمانية وثمانة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيصير عمره سبع أيام نسبة الإضاءة ثمانية وثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاش اثنين سعيد بنسبة ستين في المية الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة عشرة في المية القمر في الحمل وبدأ ينتقل للثور ورح يظل في برج الثور لغاية يوم ثلاثين واحد منتحس الآن بنسبة عشرة في المية في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة عشرة في المية ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة لخمسة واربعين في المية وبتكمل طيلة النهار على هاي النسبة عطارد في الجدي حتى يوم احداش اثنين سعيد بنسبة خمسة عش في المية الزهرة في الدلو ورح تنتقل للحوت ورح تضل في الحوت حتى يوم عشرين اثنين منتحسة بنسبة خمسة وعشرين في المية الآن المريخ في الجوزاء حتى يوم 25 ثلاثة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط خلال هذا اليوم وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم وحان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمعوا جواب كنتوا بتنتظروا أهم شيء تتحركوا وما تنتظروا أن الفرصة هي اللي تيجل عندكم حاولوا انك تبحثوا عنها استغلوا كل طاقتكم خلال هذا اليوم وما تضيعوا الوقت تعتبر هذه فترة ممتازة جدا وبداية جديدة لأي أمر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ما زالت الأجواء خلال هذا اليوم تطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذاكم وراحتكم ابتهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وبتشعروا ببعض الخيبة ابتظهر خلافات أو التباسات وطباعك متقلبة ومزاجك متعكر أهم شيء أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع طبعا هذا الضغط رح يستمر لغاية ساعات المساء المتأخرة بعدين القمر رح يوصل لعندك رح تبدأ من ساعات المساء تشعر أنه طاقتك رجعت لك وملشت الأمور تتحسن برج الجوزة بالنسبة لما أوليد برج الجوزة طبعا القمر صار يقترب من بيت المتاعب رغم أنه اليوم بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة أو يتوجه لهم دعوة أو يسعدوا من لقاء أصدقائهم وبإمكانكم تعبروا عن أراءكم بحرية وجراءة وبتنخذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة ما زالت مناسبة للتحالف ومديد العون للزملاء من الآن ولغاية ساعات المغرب أما من ساعات المساء المتأخرة فالقمر رح يوصل لبيت المتاعب فبدأك تنتبه حاول أنك تتهيأ نفسيا وتنجز كل الأعمال الضرورية قبل غروب الشمس برج السرطان بتظل الفرصة متاحة على الأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل برروا كلامكم ووضحوه بشكل جيد وكون جاهز للقيام بزيارة طارية أو اتصال بأحدهم خلال هذا اليوم بتظل الأجواء داعمة لأيلك ثم بتكون الظروف داعمة أبكارك ممتازة بتهتم لبعض الاتصالات والمشورات أهم شيء أنك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية أما في ساعات المساء المتأخرة بتنشط اجتماعيا وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء اجتماعي برج الأسد بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الجانب ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة يظهروا تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتكون الظروف مناسبة للبحث أو لبحث مواضيع جديدة أو لاجتياز تجارب مختلفة بتشعروا اليوم بالاعتزاز والفخر أهم شيء ما تستسلموا وما ترضخوا لشروط ما بتناسبكم وناقشوا بمنطق أما في ساعات المساء المتأخرة بتكون تنتبهوا ما في داعي للمجازفات والمغامرات رح تهتموا ببعض المسائل الاجتماعية برج العذراء بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصيلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كونوا متفاهمين لأوضاع الآخرين ولا آراءهم اتجنبوا الكلام الجارح وكونوا دبلوماسيين أما في ساعات المساء بتنشطوا بشكل مفاجئ باتصالاتكم حواراتكم تعامل مع الجانب الاتصالات الخارجية طاقة وحيوية ممتازة جدا برج الميزان ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن القمر ما زال موجود مقابلكم تماما فعشان هيك طاقتكم ضعيفة ابتكثر الواجبات وابتتزاما وممكن تشعروا بالهلع لضيق الوقت حادروا التراجع الصحي أكيد ما في خوف عليكم وبرضو وضع القمر ممتاز ولكن انشعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك وإذا اتبعت التعليمات والإرشادات للوقاية من الأمراض فالفترة هاي ممتازة واتجنبوا المشاكل وما تتسلطوا طبعا القمر رح يضل مقابلكم لغاية ساعة المساء بعدين الأمور بتختلف تماما الأجواب تصير أحسن ويصير في اهتمام بالمسائل المالية أكثر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر بدأ في مراحل المقابلة لإلكم فعشان هيك حاولوا انكوا تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن اليوم تجدوا تعاون من الزملاء اللي ممكن يساعدوكم في أمر ما أو يتقربوا منكم أكثر نظموا جدوى الغذائكم خذوا قصة من الراحة من حين لآخر ممكن اليوم تبدأوا مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة بتكثر عندكم الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حاذروا من المشاكل الصحية طبعا لأنه برضو في ساعات المساء المتأخرة القمر رح يصير مقابلكم تماما بتصير الأوقات جيدة على مستوى تعزيز الشراكة أو إعلاقاتكم مع شركاء العمل أو العاطفة ولكن طاقتكم بتكون ضعيفة جدا برج القوس ابتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم خلال هذا اليوم وما زالت الأجوى ممتازة جدا على المستوى العاطفي والتقارب مع الأحباء طاقتك حيويتك كله ممتاز وفرصة مناسبة هذا اليوم بيحمل للمصالحة ولتسوية الأمور العاطفية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور ممتازة جدا ولكن في ساعات المساء القمر رح يصير في البيت السادس اللي رح يركز على العمل أكثر وعلى الصحة أكثر فبدك تهتم بالمسألتين هذول برج الجديد بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة وبتحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة الأجواء البيتية والعائلية هي أكثر شيء رح تهتم في خلال هذا اليوم في مسائل عائلية رح تظهر بشكل مفاجئ خلال هذا اليوم وممكن تظهر بعض الضغوط أو المتاعب أو المعاكسات أو الأعطال وممكن تتعرض للمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات ولكن عندك الطاقة الكاملة لا اجتياز أي شيء له علاقة بهذه المسائل في ساعات المسائل قمر رح ينتقل للبيت الخامس فهنا الطاقة رح تزيد بالزيادة أكثر والأجواء رح تصير إيجابية أكثر حتى المستوى العاطفي ومستوى الحضوظ رح يدعمك بشكل كبير برج الدلو بتنشطوا اليوم في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلقوا في مرحلة أو رحلة أو يروجوا لمشاريعهم أو مرحلة مهنية جديدة طبع تعتبر هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات بتنجحوا بطرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب أما في ساعات المسائل المتأخرة التركيز رح يصير على الأمور البيتية والعائلية أكثر ممكن تهتم بتصليحات أو بحدث عائلي برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا مال بيعودلهم أو يحصلوا على هدية أو بعض الأموال اللي لا إلهم أو يحلوا مسألة مالية بتقدموا اليوم على إنجاز أو بتناقشوا صفقة أو اتفاقية حاولوا أنكم تعملوا بجدية نضموا شؤونكم المالية وامتنعوا عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة أما في ساعات المساء بدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء تحركاتك رغم أنه ما في أي سلبيات إلا أنه احذر من هاي النقطة رح يكون لك كثير من الاتصالات والنشاطات في ساعات المساء والأجواء رح تصير أحسن وأحسن لصالحك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء سبحانك اللهم وحفظه إلى اللقاء أوه سبحانك اللهم أشهد قدت بية رأيالج اشتركوا في القناة